ينتقل الطعام عبر المريء إلى المعيدة قارن ما وجه الاختلاف بين شكل المعيدة وشكل المريء؟ المعيدة أكبر حجما وأكثر تدويرا وأشد شبها بالحقيبة من المريء المستقيم ويبقى الطعام في المعيدة مدة أطول للهضم أولا يتفتت الطعام ميكانيكيا حيث تعصره التقلصات العضلية وتقلبه وبينما يحدث هذا تفرز عناصر كيميائية كالإنزيمات والأحماض لتفتيت الطعام وتكوين خليط سائل يجبه الحساء يعرف بالكيموس يجبه عصر الطعام وخلطه مع السوائل طريقة تنظيف الملابس في الغسالة وبعد ساعات يغادر الكيموس المعدة إلى الأمعاء الدقيقة الأمعاء الدقيقة هي أنبوب طويلة ملتفة يبلغ طولها حوالي 6 أمتار أو طول هذه السيارة وتعرف بالدقيقة لأن قطرها لا يزيد عن 2 سنتيمتر ونصف تزخر الأمعاء الدقيقة بالنشاط الكيميائي تحدث العملية الهضمية الكيميائية للعناصر الغذائية بالكامل داخلها ويختلط الطعام بالإنزيمات والمواد الكيميائية التي تفرزها أعضاء أخرى وهو يتحرك داخل الأمعاء الدقيقة فمثلا يفرز الكبد والبنكرياس مواد كيميائية تساعد على تفتيت مختلف أنواع الطعام وبمجرد تفتيت الأطعام المختلفة بشكل كاف تمتصه الأمعاء الدقيقة يوضح هذا الشكل البطانة الداخلية للأمعاء الدقيقة شاهدوا هذا صف شكلها إنها تبدو خشنة وغير مستوية يمتلئ السطح الداخلي للأمعاء الدقيقة بملايين الهياكل الشبيهة بالنتوء الصغيرة تسمى الزغابات تزيد الزغابات من منطقة سطح جدار الأمعاء الدقيقة بشكل كبير تمتص الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة داخل الزغابات العناصر الغذائية ثم ينقل الدم العناصر الغذائية لمختلف أرجاء الجسم وعند وصول بقية مادة الطعام إلى نهاية الأمعاء الدقيقة يكتمل امتصاص معظم المواد الغذائية وتدفع المادة المتبقية إلى الأمعاء الغليظة ومع أن الأمعاء الغليظة أقصر بكثير من الأمعاء الدقيقة إلا أن قطرها أكبر ويبلغ 7 سنتيمترات ونصف يعاد امتصاص كمية كبيرة من الماء في الأمعاء الغليظة وما يتبقى يخرج من الجسم في صورة فضلات